السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أشرح لكم طريقة إنشاء عقونة ترجمة ترجمة جوجل على سطح المكتب في الويندوز أولا قم بفتح أي متصفح والأفضل أن يكون جوجل كروم بعد ذلك قم بالدخول هنا إلى جوجل محرك البحث ثم قم بكتابة جوجل ترانسليت ثم قم بالدخول هنا إلى الموقع الرسمي كما تلاحظون هذا هو موقع الترجمة بعد ذلك هنا في الأعلى قم بالضغط على ثلاث نقاط ثم قم بالضغط على أمور بعد ذلك قم بالضغط على create shortcut ثم قم بالضغط على create ثم قم بوضع علامة صح هنا بهذا الشكل ثم قم بالضغط على create كما تلاحظون بعد ذلك إذا قمنا بغلق المتصفح كما تلاحظون هنا تم إنشاء عيقونة الترجمة إذا قمنا بالضغط على كما تلاحظون ثم تقوم بترجمة أي جملة أو أي كلمة تريد لأي لغة تريد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر